والله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نارد يا جماعة هنتعلم أن نعمل حاجة أو إزازة زيارة زي دي ممكن نشيل فيها أشياء صغيرة وهي معمولة من إزاء زد بيبس أو حاجة ساعة وقصناها بالشكل ده ولحمناها تاني وهنوريكوا ازاي بتتعمل زي ما احنا شايفين كده هناخد هنقص وناخد الجزء الفؤاني كده وهناخد الجزء التحتاني في الحدود دي كده هو كده ده هيبقى الجزء التحتاني طبعا احنا مش هنقص ده نحاول نسويها طبعا لو في حاجة ايه مش مش عجلة وهنجب دي ونحطها بسجوز ايه كده هوا بالشكل ده ممكن نقص منها شوية كاني عشان ما يبقاش في حتة برزة منها ده ها زي ما احنا شايفين اهو زي ما احنا شايفين كده زي ما احنا شايفين كده وهنجيب كوية او مصمار ونحاول نعمل فيها حلقات ذا كده طبعا دخول المكوه هتسيح الاتنين مع بعض وهيلحمهم مع بعض زي ما احنا شايفين اهو اهو بيسيحوا الجزئين مع بعض الجزء اللي تحت وجزء اللي فوق ممكن نزود الفرق بين الفتحات ديك عشان يتم اللحام جامد اهو وما نخليش فروق اهو والشكل بقى زي ما احنا شايفين كده اهو باقة ازيادة صغيرة ممكن نحط فيها اي حاجة زي ما احنا شايفين اهو تيرس مش عارف يا صام الله اهو مكسف جلدة انبوبة تعب تجاز مثلا فيوز اهو اي حاجة تقيقة ممكن نحطها من هنا ممكن نعملها بشكل تاني بدل ما نخرامها كده نجيب مادة لزقة ونلزقهم في بعض بس انا عشان قريبا من المكوى عملتها الكوه بالطريقة دي ودي فكرة ازازة شكلها جميل برضو ممكن نعمل بازازة كبيرة مثلا زي دي كده اهو برضو نفس الفكر دي اتنين رتف زي ما احنا شايفين كده اهو اهو نقطع من هنا كده اهو اهو زي ما احنا شايفين اهو الفكر ده يا جماعة عشان ممكن نعمل نستفاد بالحاجة المتوفرة عندنا اهو زي ما احنا شايفين اهو وهنقطع برضو من هنا كده اهو 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 كده لو في حاجة ايه زي ده او حاجة اهو وهنجيب دي برضو نفس الحكاية اهو ندخلهم كده في بعض اهو زي ما احنا شايفين اهو وعملت شكلها زي البطيخة طبعا اهو 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 طبعا لو ما عندناش الكاوية بمصمار صخر ممكن نعملها سخانة على البوتاجاز ونعملها بالشكل ده او ننحمهم في بعض بمادة بمادة لزقة زي مثلا غيرها بس انا استقربت طبعا وعملتها بكاوية بكاوية لانها اسرع في التنفيذ اهو نعدية الفروق ديك يعني نسخن ونعمل فتحات كده كتيرة عشان تستقق تزداد اللي حان يزداد يعني بين الجزئين اهو زي ما احنا شايفين كده ومدية برضو شكل مش وحش يعني اهو زي ما احنا شايفين اهي اصبحت الزيزة مختلفة وبرضو ممكن نحط فيها الحاجة زي ما احنا شايفين اهو كده اهو تلات اشكال اهو ممكن نعملها بقى اي حاجة لو احنا مخرمناش بالكاوية الحاجات دي ممكن نستخدمها مثلا كطاق كطاق متوابل نلحمها هنا بمادة لازقة في بعض ودي نعتبرها زي طاقم توابل ارجو ان تكونوا الفكرة دي عجبتكم وشكرا اشتركوا في القناة